السلام عليكم. هنعرف النهاردة ازاي نعمل على البرنامج الريفت. طيب في الاول الخطوات اللي احنا هنمشي عليها نعمل بتاع البرتج ده. وبعد كده هنعمل بتاع البرتج وبعد كده هنعمل دي او من اللي احنا عملناها هنحطها على طيب عشان نعمل الكلام ده هنبدأ بالداتا بتاعتنا. والداتا بتاعتنا ان احنا عندينا اول طيب في المينجردر. المينجردر اه طوله تمنتاشر متر تلاتين. وعبارة عن اتنين سكشن بوكس وتي. وبيبدأ بستمائة وخمسين سكشن اي. وبعد كده سبعتاشر متر سكشن بي. وبعد كده ستمائة وخمسين سكشن اه اي مرة تانية. طيب. هنعمل الكلام ده ازاي على الريفت. هنعمل نيو فاميلي. وهنروح على آآ فريمينج. وهنقول له اوبن. هنشيل الخطوط اللي هي احنا مش محتاجينها دي. وهنقول له هنا عندينا طول الكردر تمنتاشر تلتمية. تمام? وعشان احدد بتاعتي هتشتغل ازاي? هاجي كده واقوم اقال له وعلى بعد ستمائة وخمسين. وهاجي اقوم اعمل له ميرور الناحية التانية. يبقى انا عندي كده الكاميرا متقسمة تلات اجزاء. آآ واحد جزئين ستمائة وخمسين ستمائة وخمسين وسبعتاشر متر. طيب. هنيجي كده على اللفت. وهنبدأ نرسم الساكاشن بتاعتنا. هنشتغل في الريت والليفت. وهرسم آآ بوكس عادي بالابعاد اللي احنا موجودة عندنا. هنا ربعمية وخمسين. وهاجي كده نعمل له موف. هنا. طيب في حاجة بالمرة بما ان نشغلين في الصديق يعني نكانسل بس الكلام ده. آآ ممكن نشتغل ببرامتر. هي ايه البرامتر دي? ان انت تضيف حاجة عاملة زي كده. تمام? ان انت تضيف مسلا تضيف تضيف اللي انت محتاجه. فخلينا نعمل آآ في المسال ده. هضيف هنا كمان على بعد ميتين خمسة وعشرين. ميتين خمسة وعشرين. ايه كده هضيف بتاعي. نفس القصة هنا او ناخد ده ميرور. خلاص? وهاجي برضو اقوم عامل ريفرانس بلان تاني. سي مسلا للآآ انا محتاج اعمله كده. ده هيبقى الف ميتين وخمسين. ملاص? وهاجي برضو اعمل آآ ريفرانس بلان. سي مسلا من آآ دي. سبعمية وخمسين. نفس القصة والناحية التانية. طيب يبقى انا عندي ده السنتر. وعندي يمين وشمال. عاوزين نعمل برضو ريفرانس بلان كمان. من ده من فوق هنا مية. ومن ده كمان كده خمسين. يبقى عندي ال آآ الرفرانس بلان بالشكل ده. هاجي ابدأ احط داي منشان عليهم. كده اقول له ده الاكول. وده كده. هحط ده برضو لبعض. ده لبعض. كمان لبعض. من هنا اللي هنا برضو لبعض. من هنا لحد هنا. اهو من هنا. هنا. والتنين دول اكول. من تالي مش هنيحتاج حاجة تانية. طيب. هنبدأ في الاول نعمل. نفتو رايت. وهرسم السكشن بتاعي. خلينا نبعد بس الليفل. نشتعل ليفتو رايت. هاجي كده. نتقطع ده. لحد نهاية الالف ماتين وخمسين اللي هي هنا. خلاص? وهقول له اوكي. طيب. نبقى هنجيب ده. كمان يمسك في الخط ده. هي الفكرة ان انت بتقول له ايه? الخط ده هيبقى ملتزم بالخطوط الخضرة دي. اللي هي البلانات اللي موجودة عندي. طيب احنا لحد دلوقتي ما عالناش لسه اي اه اي برامتر. هاجي كده وعمل نيو برامتر. هقول دي مسلا الفلانج ويتس. اقول له اوكي. دي الف وتسعمائة وخمسين. طيب احنا لو غيرنا الالف وتسعمائة وخمسين دي. خلنا ساي الف وخمسمية. هلاقي ان اللي هو البلانز دي بتفتح معي. اللي هي بتفتح معي من وشمال على حسب العروض اللي انا شغال عليها. هخليها تاني الف وخمسمية مسلا. هلاقي شغال. فده انا بقول له التزم بس بالخطوط اللي انا شغال عليها. انا الف وتسعمائة وخمسين. طيب احنا كده اول خلاص جاهز عندنا وحطنا خلاص في مكانه بالنسبة للكاميرا. هاجي اقوم اعمل له ايه? ميرور. وبرضو نفس القصة انه يمسك في الخط ده. ويمسك في الخط ده عشان لو حبينا نحط ابعاد دلوقتي ونغير فيه برضو. طيب هنيجي بعد كده السكشن آآ رقم اتنين. هنخفي بس ده في الاول. هنخفي برضو اللي وراء من الناحية التانية. سكشن رقم اتنين هنشتعله برضو بنفس الطريقة. راية وليفت هقول اوكي. وهاجي ارسم او خلينا نرسمها مخطوط على طول. نحن. هنا الف ومية. ايجي هنا. ده كده السكشن رقم اتنين. نقول له اوكي. وهاجي كده بالتي اقول له بيبدأ من هنا. وبينتهي هنا. طيب دلوقتي خلينا نجرب آآ مسلا آآ نوحة التناش برضو بارامترز خلينا نقول مسلا دي الفلانج ودي مسلا هنقول دي ودي مسلا الويب آآ ديبس خلاص يبقى عندي كزا برامتر. طيب لو غيرنا في البرامتر ده ايه اللي هيحصل. مثلا هنغير مسلا هنخليه مسلا تلتمية. بص. هنلاقي ان الكاميرا زادت لفوق تلتمية. طيب هنرجعها مية مرة تانية. عاوز مسلا اغير الدبس ده مسلا اخليه الف وخمسمية. هلاقي ان الكاميرا كلها تحركت لفوق. طيب. هللي دي الف ومية زي ما هي. تعرف كده خلاص البرامتر شغالي ازاي? وخلاص هعمل وبرضو نتأكد ان احنا شغالين مزبوط على اساس ان يبقوا مسكين في الخط بتاع البلان ده. وهشغل تمام. طيب هنشوف دلوقتي البرامتر ازا هنودي الجردر ده في المشروع دلوقتي ونشوف البرامتر دي. آآ هستفيد بها ازاي? ده كده في هاجي كده هعمل بس للحاجات دي. عشان الخطوط الفصلة دي ما تصهرش معيه. تمام? وهاجي كده هقوم ايه? اعلم على ده. اقول له. ديني ده انه هو كونكريت بريكاست. او بريكاست كونكريت. هفتح نيو بروجيكت. وهعمل ده في البروجيكت. وهرسم الكاميرا بتاعتي. بص في مرسل وان شاء الله مزبوط. طيب البرامتر اللي احنا عملناه ايه لازمته او افايدته? هعلم كده على الكاميرا. هاجي على البرامتر زي اللي انا حطتها موجودة عندي. طيب. آآ ممكن نغير في البرامتر زي دي على اساس ايه برضو? البرامتر دي من الاخر حاجة يعني بتخليك ان انت تقدر تتحكم في في دي ما يبقاش حاجة يعني ايه او حاجة زي كده. لأ بتبقى شوية. فمسلا لو زودنا مسلا السمك خلينا الف وكمسمية مسلا. نلاقي ان الدبس بتاع هزات فعلا. لو خلينا مسلا الفلانج بتاعتنا مسلا آآ بس دي مش هتظهر هنا. لو خلينا دي مسلا تلتمية. هنلاقيها برضو بتزيد معنا. على حسب باقي آآ يعني انت هتضيف ايه برامتر وهتلاقي آآ اتنقل معك للمشروع. الفاميلي دي انا برضو مش هسايفها عشان الفاميلي دي اصلا انا عاملها قبل كده وموجودة عندنا بس باركو بتشتعل ازاي. خلينا نروح على آآ هنفتح برضو آآ فريمينج. وهنمسح اللي ما لهوش لازمة. وهنجيب الداتا بتاعته. طيب الداتا بتاعتنا. داتا بتاعتنا تسعة وعشرين الف وخمسمية طول الجردر. ومتقسم لسكشن اتنين تلاتة. وفي بعد كده مسافة بتربط ما بين السكشن اتنين وسكشن تاتا او السكشن بي وسكشن سي. ودي نفس القصص ستتمية وخمسين. تقريبا نفس الابعاد او قريبة خالص لنفس الابعاد. طيب هنغير في الاول. خلي دي تسعة وعشرين الف وخمسمية. نبدأ نروح السكشن بتاعتنا على ستتمية وخمسين. وبعد كده الف سلتمية وخمسين. وبعد كده خمسمية. وهاخد نفس الرفرنس بلان دي للناحية التانية. كده يبقى احنا خلصنا الرفرنس بلان. هنيجي للسكشن. هبدأ ارسم بتاعي. المرة دي مش هنرسمه بالرفرنس بلان. هنرسمه عادي كده. وهاجي هشتغل في اللي فتور راية اقول له اوكي. اللي هبعد بتاعتي الف ومتين وخمسين. في خمسمية. هاجي دي واخدها موف. هقول له كده اوكي. وهسحب دي. من هنا من هنا. وهقول له ميرور. كده يبقى سيكشن رقم واحد. سيكشن رقم اتنين. هنخفي ده. وسيكشن رقم اتنين. هيبقى تقريبا نفس الابعاد اللي احنا كنا عملناها. الف ومتين وخمسين. بس دي خمسمية. وهنشيل ده عشان نرسم الفلانج بتاعتنا. دي هتبقى على الف ومية. بعد نبدأ نرسم الفلانج. دي ستمية وخمسين. مية وخمسين. وبعد كده خمسين هنا. ناخده الميرور. ونقفل اللاين بتاعنا. ونقفل الفلانج بتاعنا. كده يبقى سيكشن رقم اتنين خلاص. خليه يمسك في الخط ده. ويمسك في الخط ده. دي المسافة اللي هي الصغيرة اللي هي فين. اللي هي دي. هي الخمسين سنطي دي. خلاص. هنكمل هنرسم سيكشن رقم آآ تراتة هنخفضها الاول. اللي برضو. اللي ابعد عندنا هنا. الف ساتمية وخمسين. خمسمية. ناخد ده موف للسنتر. وهاخده برضو لتحت لان في سقوط اربعين سنتي. هشيل برضو الخطوط اللي ملاش لازمة دي. الخطوط اللي انا هعدلها. الف وخمسمية. ارسم الفلانج بتاعي. تسوط مية وخمسين. مية وخمسين. وهعمل خمسين سنتينة. واخد ده كله ميرور. وهقفل الفلانج بتاعي. كده سكشن تلاتة كده جاهز. احطه في مكانه. نوع لناش ميرور لده. كده يبقى الكاميرا بتاعتنا مش نوع صغير ايه? الجزء اللي هو الرابط ما بين سكشن اتنين وسكشن تلاتة او سكشن سي وسكشن آآ سكشن بي وسكشن سي. طيب. عشان هعمل الكلام ده في الاول ايه? هزبط كده كم حاجة. هعمل هخفي. اللي هو السكشن رقم واحد. وهسيب السكشن ده. والسكشن ده هسيب سكشن اتنين وسكشن تلاتة. طيب هعمل الكلام ده ازاي? هجي كده اقول له ايه? كارية سويبت بليند. سكتش باس. من السنتر لحد السنتر. ابتدينا من سكشن تلاتة الى سكشن اتنين. يبقى هنرسم سكشن تلاتة الاول وبقى كده سكشن اتنين. اقول له اوكي. هروح عالليفت. هقول له بكلين. هاخد الخطوط بتاعة سكشن رقم تلاتة. اقول له اوكي. سكشن اتنين او بروفايل اتنين. هاخد الخطوط بتاعة بروفايل اتنين او سكشن اتنين. اقول له اوكي. اوكي. كده هنبقى المفروض انه هترسم. تمام? انا اخده برضو ميرور. يبقى عندي الجردر كده كامل. هاي كده اعمل له جين. دي معادي. ودي معادي. ودي معادي. ودي معادي. ودي معادي. اقول له الماتريال بتاعي. بريكاست كونكريت. وهاجي برضو اجربه في نيو بروجيكت. على اساس برضو لو في مشكلة تظهر معايا. اعرف اعدلها. او لود تو بروجيكت. كده در بتاعي. سري دي. ان شاء الله ما فيش مشكلة. طبعا لو في شوية برامتر زي ممكن تضيفهم. وهيزهروا لك في البروجيكت هنا. هنا طبعا مش هتلاقي اصلا اي برامتر. احنا اضفناش اي البرامتر. فهيزهروا لك بنفس القصة. بس احنا احنا اممكن نشاك مساء على الابعاد اللي موجودة. نلاقيها ان شاء الله نفس اللي كانت موجودة قبل كده. دي اتنين متر ودي ستمية وخمسين. تمام. واجمالي طول الجردر. تسعة عشرين وخمسمية. تمام. اه برضو مش هسايف الفاملي دي عشان انا اساسا موجود عندي الفاملي ده. فده كده جماعة اللي كان معنا النهاردة. ارجو ان انتو تكونوا استفادتوا. بازن الله هنكمل المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.